أمر آخر هل الذي استفاد المعارضة أو الحركة الشعبي إذا كان بعض ممكن يقول هذا هو الأفضل طبعاً ما الذي استفدته المعارضة؟ المعارضة رهي أقسام هناك من تتحدث عن هذه المرحلة فقط وهناك من عندها حسابات للتسعينات لاحظنا مثل جماعة لعندهم حسابات إلى مرحلة التسعينات مع الجيش في إطار من يقتل منه كذا وتصفية حسابات واتهامات الجيش رهي استغلتها كأنها جات هدية من السماء على أساس تصفية الحسابات مع المؤسسة العسكرية بسبب هذه الملفات ها هو أو توفيق واش دار ها وكفلان واش دار ها وعلان واش دار ها وكفاش للقتل الجزائريين وما إلى ذلك رجعوا للأسطوانة هذه وهذه الأسطوانة رهي الدور لم تضف شيئاً إلا شيء واحد أن هذه الأشياء كانت تردد من طرف غير العسكريين ومن طرف عسكريين لأنه هو ما جابش جديد في هذا المجال ما جابش جديد أصلاً راه عاود واش كان ينقال أعطاها فقط أن عسكري جديد مسجون استلمتوا الجزائر من تركيا راه يعاود في نفس الهدرة يعاود يرى السخة في أذهان الناس طرى ما الذي استفدته المعارضة؟ المعارضة بصفة عامة لأنه ولكن إذا تحدثنا على الحراك سنبحث في كلام قرميت بونويرا لم نجد شيئاً أو شهادة من طرفه يتعلق بمرحلة الحراك الشامل لا تكلم عن القايد صالح كيفاش كان يسير في الأمور طالح الحراك لا تكلم عن الانتخابات الرئاسية لا تكلم على نهاية القايد صالح بل أنه مرر مقطع على أساس أن القايد صالح توفي وفاة طبيعية معناها هنا راه لم يتجه إلى الاتهامات التي توجه فيها المعارضة حتى خالد نزار على أساس أن القايد صالح توفي وفاة غير طبيعية هنا وجه نحو الوفاة الطبيعية وطبعاً هو كان يقرأ من ورقة كتبولوا الناس اللي جابوه استعملوه هما اللي فوتوا منه وشهب هذا هو إذن ما الذي استفدته المعارضة وما الذي استفده الحراك الحراك لم يستفد شيئاً من شهادة بنويرا كيف يمكن أن يستفيد الحراك لو أنه بنويرا قال شيء آخر لو أنه بنويرا قدم شهادته مثلاً عن الانتخابات الرئاسية كيفش صرفها التلاعب الصراع اللي صراع من أجل تمرير تبون وكيفش كانوا حبي مثلاً ابو عز وسيني حبي فوت عز دين ميهوبي وما إلى ذلك من هذه الأمور رايح تكون عندها أثر كبير على تبون وعلى شنجريحة وما إلى ذلك من هذه الأمور لكنه لم يقدم ولا شهادة واحد إذا كان أنت تقول بأنك يا جرميت بنويرا أنك سيكرتير شخصي للجايد صالح لماذا لم تحدث الجزائريين ولو بشيء واحد خلال هذه المرحلة تريد تبييض وجه الجايد صالح ما لن يفيد شيئاً أنه تبيض الوجه ولا تسوده له لن يفيد شيء لكن الشعب الجزائري يريد أن يعرف حقيقة هذه الحقبة من الزمن أنت كنت مع الجايد صالح لم يقدم أي شيء راح الأمور هو ليس طرف فيها أنت كنت رك مساعد أول في مرحلة التسعينات ماذا كنت كنت مجرد صف ظابط وربما رك كنت كبراً شاف وبعد تم الترقيتك الله أعلى وأعلم ولكن لم تكن في منصب المسؤولية جاء جرميت بنويرا يتحدث عن الأشياء رددها الجزائريون وهو ليس طرف فيها يحكي لي وصرا بين اجتماع بين بوتفليق وطوفيق وصراعة بين الجايد صالح وتوفيق هذه المراحل كلها كان هو غير معني بها ما الذي أفده؟ ترى هل اللي كتبونه هذا النص وقرى هم من الناس اللي حبيني وجه الأسطوانة إلى مرحلة التسعينات فقط وتفادوا هذه المرحلة أو أن هناك من لديه رغبة في هذا التوجه إذن الحرك شعبي لم يستفد من شهادة بنويرا في شيء كمعلومة أهم مرحلة هي مرحلة من فيذري إلى ديسمبر إلى وفاة الجايد صالح لم يقدم بنويرا أي شيء فيما يخص هذه المرحلة وهذا الذي يهمنا أنت كنت سكرتير يا بنويرا سكرتير جايد صارح لم تعطينا أي شيء ولا تكلم على ماذا حدث له في تركيا وكيفاش معا من الجهات اللي يتواصل معاها ترجمة نانسي قنقر